الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين نتحدث في هذا لقاء عن فوائد قصص القرآن الكريم عندنا قاعدة مهمة وهي أن كل ما في القرآن فهو نافع وله حكم ومقاص جليلة ومن ذلك قصص القرآن الكريم فهو من ما تضمنه القرآن الكريم تضمن القرآن الكثير من القصص ما الفوائد من القصص؟ نبه العلماء على فوائد القصص وفصلوا في ذلك بين مختصر مجمل وبين مفصل مطيل نذكر ما ذكره الشيخ منع القطان رحمه الله من فوائد ثم إذا كان هناك من العلماء من ذكر غيرها نبين ذلك فأول فائدة من فوائد قصص القرآن ذكرها المؤلف إضاح أسس الدعوة إلى الله تعالى وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه قضية كبرى أولا إضاح أسس الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم مهمته الدعوة إلى الله وجاء هذا الكتاب ليبين له كيف يدعو الناس وإلى ماذا يدعوهم فالقصص القرآني مجتمل على إضاح أسس الدعوة إلى الله وأهم أسس الدعوة إلى الله عز وجل هي تقرير عقيدة التوحيد وعقيدة الإيمان باليوم الآخر وأصول العبادات والأخلاق فإضاح أسس الدعوة إلى الله وبيان أصول الشرائع التي بعث بها كل نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذا نلاحظه في قصص الأنبياء كل الأنبياء يدعون إلى قضية التوحيد لأن هذا أصل الأصول كل الأنبياء يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ثم هم يدعون إلى مكالم الأخلاق وأصول العبادات التي تتفق عليها الشرائع فهذا أمر فنحن نعرف هذه الأمور من خلال قصص القرآن الكريم وتتبين لنا بوضوح الأمر الثاني من فوائد قصص القرآن تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب الأمة المحمدية على دين الله وتقويت ثقة المؤمنين بنصرة الحق وجنده وخذلان الباطل وأهله وهذه من أهم الفوائد ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة هوت مجموعة من القصص مجموعة من قصص الأنبياء ثم ختم هذه السورة بقوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين إذن من أعظم أسباب الثبات تدبر القرآن وخاصة تدبر ما ورد فيه من القصص والأخبار ففيها تثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق ولقلوب أتباعه وأمته على الحق لأن من قرأ قصص الأنبياء قبل تبين له كيف أن الأنبياء واجههم ما واجههم من الأذى ومع ذلك ثبتوا حتى نصرهم الله على عدوهم وأهلك أعداءهم المكذبين لهم فالعاقبة للمتقين وهذا فيه تثبيت لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته عليه الصلاة والسلام ثم لقلوب أتباعه من بعده فيه تصديق الأنبياء ومن فوائد أيضا قصص الأنبياء تصديق القصص في القرآن تصديق الأنبياء السابقين وإحياء ذكرهم وتخليد أثارهم ومعرفة فضلهم وما كانوا عليه من الحق والصبر وحسن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فهو يستحقون لا شك لأنهم أفضل البشر الأنبياء ففيه ذكر لهم وبيان لفضلهم وما تميز به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد ودعوة الناس إليه ثم من فوائد قصص القرآن إظهار صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته بما أخبر به عن أحوال الماضين عبر القرون والأجيال لا شك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولم يتلقى العلم عن أهل الكتاب ومع ذلك يخبر بهذه القصص والأخبار ففيها تصديق له لذلك يختم الله سبحانه وتعالى عدة قصص بقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم يعني فهذا الذي يأتي به محمد عليه الصلاة والسلام ويقرأه على الناس مما نزل في القرآن يدل على صدق عليه الصلاة والسلام وأن الله أوحاه وأن الله سبحانه وتعالى أوحاه إليه وإلا كيف يعرفه عليه الصلاة والسلام ويعرف هذه الأخبار عن الأمم السابقة أيضا في قصص الأنبياء أو في القصص في القرآن وقصص القرآن بيانوا لمقارعة أهل الكتاب بالحجة فيما كتموه من البينات والهدى وتحديه لهم بما في كتبهم من التحريف والتبديل كقوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فتلواين كنتم صادقين ففيه إخبار بالقصص الحق والذي أصلها في كتبهم لكنهم حرفوها أو بدلوها فهذا أمر الأمر الآخر الذي ذكر المؤلف والقصص ضرب من ضروب الأدب يصل إليه السمع وترسخ عبره في النفس لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب أي أن هذا من ضروب التأثير فلما تلد القضية في قصة فإن هذا بدعة للتأثير بها والانتفاع بها في باب فوائد القصص في مسألة فوائد القصص أنبه على مثلا الشيخ بن حنيمين رحمه الله ذكر أيضا فوائد القصص يما قال القصص حكم كثيرة بيان حكمة الله سبحانه وتعالى فيما تضمنته هذه القصص حكمة بالغة فما تغني النذر بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين يعني بيان حكمة الله بيان عدل الله لاحظوا وبيان فضل الله فركز المؤلف على ما يجعلنا من خلال هذه القصص نتعرف على ربنا جل وعلا بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ثم بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين وتنجيته لهم إلا آل الوطن نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما أصابه من المكذبين له وهناك ذكر تثبيت وهنا فيه تسلية وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور والكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمروا بالجهات وفي القصص كذلك تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم فأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها إذ باتوا لسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل فإذا جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام فإن هذا يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم أما ابن عشور فقد ذكر فوائد كثيرة مهمة أنصحكم بالرجوع إليها ومن ذلك يعني من الفوائد التي ذكرها نذكر ما تيسر لأجل التنويع وهذا تأكيد لما أورده المؤلف في التحدي لأهل الكتاب يقول أن قصار علم أهل الكتاب في ذلك العصر كان معرفة أخبار الأنبياء وأيامهم وأخبار من جاورهم من الأمم فكان اجتمال القرآن على تلك القصص التي لا يعلمها إلا الراسخون في العلم من أهل الكتاب تحديا عظيما لأهل الكتاب وتعجيزا لهم بقطع خجتهم على المسلمين فهذه مسألة يعني أنتم يا أهل الكتاب تقولون بأن عندكم قصص هذه القصص مذكورة في القرآن وقد جاء بها القرآن ونزل بها على محمد صلى الله عليه وسلم هنا فائدة مهمة وذكر ابن عشور بأن من فتحات الله عليه أن من أدب الشريعة أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ سلفها في التشريع أن من أدب الشريعة معرفة تاريخ من سلفها في التشريع من الأنبياء بشرائعهم فكان اجتمال القرآن على قصص الأنبياء وأقوامهم تكليلا لهامة التشريع الإسلامي بذكر تاريخ المشرعين قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير يقول المؤلف وهذه فائدة من فتوحات الله لنا أيضا وقد رأيت في أسلوب القرآن في هذا العرض أنه لا يتعرض إلا إلى حال أصحاب القصة في رسوخ الإيمان وضعفه وفيما لذلك من أثر عناية إلهية أو خذلان وفي هذا الأسلوب لا تجد في ذكر أصحاب هذه القصص بيان أنسابهم أو بلدانهم إذ العبرة فيما وراء ذلك من ضلالهم أو إيمانهم يعني يقصد أن موضع العبرة ليس في الأسماء ولا البلدان وإنما في الإيمان الذي وجد عند الصادقين أو العبرة في الضلال الذي حصل عند الضالين فعوقبوا بسببه فالشاهد أن هذا الأمر فيه أدب كما يقول ابن عاشور رحمه الله من أدب الشريعة وهو معرفة تاريخ السابقين وعدم إهمال من سبق يعني لا يأتي أحد داعية فكأنه أتى بشيء جديد أو لم يسبقه أحد لا هذا نوع من أنواع سوء الأدب يعني إهمال جهود الآخرين فنجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالرسالة وأنزل الله عليه القرآن يعني ليس بدعا من الرسل بل قبله رسل وذكر تاريخ هؤلاء الرسل ففيه بيان لحتى المصلحين والدعاء ينبغي لهم أن لا ينسوا من سبقهم من الدعاء والمصلحين وهذه فائدة ذكر ابن عاشور قال فيها من فائدة التاريخ من معرفة ترتب المسببات على أسبابها في الخير والشر والتعمير والتخريب لتقتدي الأمة وتحذر فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وما فيها من فائدة ظهور المثل العليا في الفضيلة وزكاء النفوس فيها معيضة للمشركين بالاعتبار بمن كذب أن في حكاية القصة السلوك أسلوب التوصيف والمحاورة هذا ملحظ نبه عليه مهم جدا سلوك التوصيف والمحاورة وذلك أسلوب لم يكن معهودا للعرب فكان مجيئه في القرآن ابتكار أسلوب جديد في البلاغة العربية شديد التأثير في نفوس أهل اللسان وهو من إعجاز القرآن إذ لا ينكرون أنه أسلوب بديع ولا يستطيعون الإتيام بمثله إذ لم يعتادوه سلوب الحوار والنقاش ولذلك من قرأ مثلا سورة هوت وسورة يوسف يجد الحوارات بين الرسل وأقوامهم كيف أن النبي يكلمهم وهم يردون عليه في أسلوب بديع ينقلك نقلة كأنك تعيش معهم في قصة يوسف وكيف كان الحوار بين أخوة يوسف ثم الحوار بين أصحاب وجاءت سيارة كيف كانوا يتحورون ثم الحوار بين امرأة العزيز ويوسف ثم بينها وبين زوجها ثم بين موسى يوسف عليه السلام ومن في السجن الحوارات والردود أسلوب راقي جدا ينقلك عندما تتأمله كأنك تعيش معهم وتعيش هذه المواقف والأحوال وهذا من أعظم ما في قصص القرآن من الاستمتاع والفائدة إلى غير ذلك حيث ذكر المؤلف عشر فوائد تعويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة الأمم والاعتراف لها وبمزاياها حتى تدفعوا عنها وصمة الغرور كما قال الله عز وجل عن عاد وقالوا من أشد مننا قوة فكانوا عاد قوم عندهم تقدم وكانوا أصحاب قوة فإذا علمت الأمة جوامع الخيرات وملائمات حياة الناس ستطلبت كل ما ينقصها مما يتوقف عليك مال حياتها وعظمتها ثم قال ونختم بهذا أن ينشأ في المسلمين همة السعي إلى سيادة العالم كما ساده أمم من قبلهم ليخرجوا من الخمول الذي كان عليه العرب إذ رضوا من العزة باغتيال بعضهم بعضا فكان منتهى السيد منهم أن يغنم صريمة ومنتهى أمل العامي أن يرعى غنيمة وتقاصرت هممهم عن تطلب السيادة حتى آل بهم الحال إلى أن فقدوا عزتهم فأصبحوا كالأتباع للفرس والروم فلا شك أن في قراءة القصص ما يرفع الهمة ويجعل المسلم يحرص على أن تكون له السيادة والرفعة في كل الأمور لأن هذا شأن المؤمن إضافة إلى أن فيها قراءة للتاريخ واستثمار الله في الدعوة ومن لم يقرأ التاريخ سخر منه التاريخ كما يقولون وأعظم ما يقرأ في التاريخ وما قصه الله عز وجل علينا من قصص الأنبياء فعلينا أن نعتبر ولذلك من أهم مقاومات الدائية أن يكون عنده علم بسنن الله وعلم بتاريخ الأمم حتى يستفيد من ذلك ويستثمره في دعوته كما قرر أهل العلم كل هذا من فوائد القصص أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا القرآن وأن ينفعنا بما أورد فيه من القصص وأن يجعلنا ممن يعتبر به ويتعظ به ويستثمره فيما ينفعه في الدنيا والآخرة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين